لمحة عن شروط الحصول على الجنسية الهولندية طريقة التجنيس حسب قانون الجنسية الحالي أن يكون عمرك 18 وما فوق أن تكون قد أقمت في هولندا 5 سنوات على الأقل بدون انقطاع من خلال إقامة هولندية سارية المفعول أن تكون قد مددت إقامتك الهولندية في الوقت المناسب أن تكون إقامتك الهولندية خلال إجراء طلب الجنسية الذي قد تستغرق دراسته من قبل الـ IND من 6 إلى 12 شهر سارية المفعول يجب أن تكون حاصل على إقامة غير محدودة المدة On Beepal the Tide أو إقامة مؤقدة Beepal the Tide أن تكون قد نجحت في امتحان المواطنة الـ In-Borkering بجميع أقسامه أن تكون خلال الأربع سنوات الماضية لم تطبق عليك عقوبة السجن أو عقوبة جنائية أو مخالفة مالية عالية أو وجود قضية جنائية قيد الدراسة ضدك عند النائب الحام أن تتخلى عن جنسيتك الحالية أو الأصلية حول هذا الشرط يوجد استثناءات أن توقع على تصريح الانتماء للمجتمع الهولندي ما هي استثناءات فترة الحصول على الجنسية الهولندية التي هي حاليا خمسة سنوات إذا كنت متزوج أو مسجل كشريك مع شخص هولندي وأن تكون مدة الزواج ثلاثة سنوات على الأقل وبدون انقطاع وقد عشت معه أو معها خلال هذه المدة في هولندا بإقامة هولندية سارية المفعول تصبح هذه المدة بدلا من خمسة ثلاثة سنوات إذا كنت بدون وطن ستاتلوس تصبح هذه المدة ثلاثة سنوات ما هي استثناءات التخلي عن الجنسية الأصلية ومتى لا تحتاج إلى إسقاط جنسيتك الأصلية في حال اعتبرت جنسيتك بحكم الملغات عند حصولك على الجنسية الهولندية في حال كانت قوانين بلدك لا تسمح لك بالتخلي عن هذه الجنسية مثلا إذا كنت حاصل على الجنسية السورية لا يمكنك إسقاطها لأن القوانين في سوريا تمنع ذلك أعتقد مصر سابقا أيضا كان ممنوع ولكن حاليا مسموح للمواطن المصريين الحصول على الجنسية المصرية وجنسية دولة ثانية إذا كان التنازل عن الجنسية الأصلية سيكلفك الكثير ماديا أو يضطرك إلى التنازل عن حقوقك المدنية تحق الوراثة إذا كنت تملك جنسية لبلد غير معترف به في هولندا إذا كان عندك أسباب قاهرة لعدم التنازل إذا ولدت في هولندا وعشت فيها حتى تقديم طلب الجنسية إذا كان معترف بك كلاجئ سياسي حسب معاهد الجنيف إذا كان يتوجب عليك خدمة الجيش في بلدك قبل القدرة على التنازل عن الجنسية أتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك حتى يمكنكم الاستمتاع بمحتوى جديد عن هولندا شكرا للمتابعة ودمتم بخير شكرا للمتابعة ودمتم بخير شكرا للمتابعة ودمتم بخير